فيما تستمر الاعتصامات المطالبة في الإصلاح أمام مداخل المنطقة الخضراء والتي انطلقت يوم أمس الجمعة طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوات الأمنية بفتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد دعين المواطنين إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وعدم الشعور بالخوف وقال الصدر في بيان الله إن على القوات الأمنية وكذلك على المعتصمين عدم المساس بمسيرة الحياة رافضا غلق الطرق والمحال والمصالح العامة وطلب الصدر بفتح كل الطرق إلا ما فيه حماية للمعتصمين أو ما هو ضروري فقط مشيرا إلى أنه يرفض أي انتشار مسلح من أي جهة غير القوات الأمنية الرسمية